مش عارف يا جماعة اوصف لكم ازاي قد ايه السينما كانت وحشاني قد ايه كان وحشني اني اروح اقطع تذكرة وامشي لغاية لما اعود في الكرسي بتاعي وبعد كده النور بتاع السينما يضلم وبعد كده التريلر ستشتغل وبعد كده نلبس النظارة بتاعت 3D وبعدين الفيلم يبدأ وبعدين يجي ابن مصمم انه هو يخلي الموبايل بتاعه على اقصى درجة اضاءة ومصمم انه هو طوال احداث الفيلم زي ما يكون مصمم انه ما يكتفيش بكونه هو مبايل من الفيلم لسبب ما ولازم يبايل كلنا ويكرهنا في اليوم اللي قررنا فيه ننزل من بيوتنا عشان نتفرج على فيلم لا وتوصل به الوقاحة بعد كده انه يبتدي يستقبل مكالمات ويعمل مكالمات بصوت عادي خالص زي ما يكون اهم واحد على وجه الكوكب خلاص الدنيا حتوقف عشان ببايل مش عارف يفوت المكالمة ولا المكالمتين دول لا حقيقي مش عارف اوصف لكم قد ايه السنة ما كانت وحشاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو فيلم سول سول هو احدث افلام بيكسار واللي عارفني وامتبعني عارف قد ايه انا كنت منتظر الفيلم ده وقد ايه انا موهوم به من ساعة لما شفت اول تريلر فيلمنا بيركز على شخصية جو جاردنر عازف البيانو والعاشق الحقيقي لموسيقى الجاز اللي بيشتغل كمدرس في مدرسة اعدادي ولكن طموحه الحقيقي انه هو يثبت قدراته في الموسيقى وانه يشتغل في فريق جاز ويبقى بيرفورمر معروف والفرصة دي اخيرا بتجيله لما بيطلب علشان يقدي في اختبارات اداء مع فريق معروف وبالفعل بينجح في التجربة بتاعته وبتنتابه موجة عظيمة من السعادة بتنتهي للأسف لما بيقع في بلاعة وبيلاقي نفسه على الطريق للحياة الاخرى بتنتابه في النقطة دي حالة من الهستيريا وبيحاول يهرب ومحاولاته بتثمر في النهاية ان يلاقي نفسه في المكان اللي بيتم فيه اعداد الارواح لبداية حياتهم على الارض هناك جو بيلاقي دور للارواح اللي انهت وقتها على الارض وهي انهم يعلموا ويلهموا الارواح الصغيرة اللي لسه ما بدأتش حياتها عشان يكونوا مستعدين انهم يبدأوا يعيشوا جو بينتحل شخصية واحد من الملهمين دول وبيتم توظيفه لتعليم والهام الروح رقم 22 حبيبي يا ماجيكو وللأسف الروح رقم 22 ما عندهاش اي اهتمام انها تعيش ولذلك جو بيعقد معها صفقة وبموجب الصفقة دي المفروض انه هو حيسيبها في حالها في النهاية مقابل انه هو يرجع تاني يعيش على الارض فيا ترى ايه اللي حيحصل اكتر فيلم ما بين افلام بيكسار السابقة تشابها مع فيلم سول هو فيلم انسايد اوت ونقطة التشابه الرئيسية هي التعمق اكتر في النفس البشرية في فيلم انسايد اوت عملنا تخيل كامل اللي بيدور في عقل الانسان بينما فيلم سول مركز اكتر على رحلته من قبل ما يتولد على ما يبدو لغاية لما يموت وانا مش عايز افكركم بحاجة ممكن تزعالكم مني بس في 2015 لما عملنا مراجع الانسايد اوت ما كانتش ايجابية اوي ما تفهمونيش غلط الفيلم عجبني جدا وانبهرت به جدا ساعتها ولكن كان عندي معه شوية مشاكل ليها دعوة بان صناعه اعجبه اكتر من اللازم بالعالم اللي هم خلقوه ورفضوا انهم يخرجوا منه اعتبروا ان كده وظيفتهم خلصت خلاص انا عملت انجاز عبقاري جدا باني مثلتلكم العواطف البشرية والعواطف البشرية دي هي اللي حتقضوا معها الفيلم كله وده في تأديري كان مليان تعقيد ومليان حاجات مش عايز افكركم بيها يعني تعالوا نتكلم في فيلم سول اللي انا سعيد جدا انه ما عملش الغلطة دي لسه برضو عنده تصور عبقاري على العناصر بتاعت الامور اللي عمرنا في حياتنا مشوفناها عمرنا في حياتنا مشوفناها داية زي ما يكون بكرة مثلا ممكن يجي لنا شريط فيديو او حاجة ونشوفها انتو فاهمين قصدي شكل الحياة قبل الميلاد وشكل الحياة بعد الموت والامور دي يعني وطبعا واحنا بنتكلم في مستوى الابداع بتاع بيكسار الدنيا مش متوقفة على الشكل العام احنا بنخش في مستوى متعمق جدا من التفاصيل ازاي الارواح بتكتسب الصفات بتاعتها ازاي بتكتسب الشغف بتاعها ازاي بيتزرع فيها الصفات الكويسة ازاي بيتزرع فيها الصفات السيئة وده طبعا حسب تصور الفيلم لغاية لما بنوصل لنقطة الشرارة والشرارة دي الفيلم بيجيد جدا في انه ما بيدلهاش تعريف وبيسيبها بالكامل للتأمل بتاع المشاهد لحد النقطة دي وانا كنت ابتديت اتوتر شوية من اننا نرجع تاني ونعيش اطول من اللازم في العالم ده ونبتدي نتساءل بقى طب هو الشكل بتاع البني ادم بيتحدد ازاي طب لونه بيتحدد ازاي طب الرياضة اللي بيحبها ممكن نتخيلها في شكل ايه وانا الحقيقة مبسوط جدا ان في مرحلة معينة الفيلم استعاد الوعي وقرر انه هو يقدم لنا قصة قصة مستفيدة جدا من كل العناصر اللي تم ارساقها سواء في انها تشرح لنا حاجات بتحصل او تكون سبب رئيسي في تحولات محورية اثناء الاحداث ودي اقل حاجة عاوز اتكلم عنها النهاردة لان من الممتع ومن الملهم ان كل واحد من المشاهدين يكتشفها الوحدة ولان برضو الفيلم ما حرقهاش في التريلر على قد ما نفاكر فمش عاوز اعمل حاجة سخيفة يعني بس المهم انها بترجعنا مرة اخرى لعالم بيكسار اللي انا شخصيا بحبه عالم المغامرة والدراما والكوميديا واللي في الفيلم دا بينضم لهم عضو رابع وهو الموسيقى قسم كبير من احداث فيلم سول بتدور في عالم موسيقى الجاز وانا شخصيا عندي حالة من حالات الحب والكره الموسيقى الجاز يعني اغلب الوقت لما بستمع لمقطوعات جاز ما بحسش بتواصل كبير بس كل فترة كده بترزع مقطوعة معينة تفضل عيش معايا اسابيع ومن مشاهداتي لافلام كتير تعاملت مع موسيقى الجاز اقدر اقول اني بقيت ملم الاهميتها والاسلوبها والطريقتها وللتأثير اللي المفروض تسيبه في اللي بيسمعوها وللأسف مش قادر اقول ان فيلم سول استثمر دا بشكل كبير يعني انا كنت متخيل ان العالم بتاع موسيقى الجاز بالتحولات بتاعتها بالابداع اللي فيها بالابتكار اللي فيها ممكن يفضل معانا طوال احداث الفيلم يكون احد منصات الانعكاس الرئيسي للأحداث اللي بنتفرج عليها نتعلم عنها اكتر ونحبها اكتر وندرك اكتر واكتر تواصلها مع رحلتنا في الحياة اللي مليانة تطحيات ومليانة مواءمات ومليانة انتصارات ومليانة ابداعات ولكن انا اولا واخيرا متفاهم ان الفيلم ممكن ما يكونش عنده مساحا اه يعمل دا كله خصوصا مع حرصه على عناصر المغامرة وعناصر الكوميديا وعناصر الدراما وعناصر الخيال الابداعي اللي قلت ان الفيلم بيتشابه فيها مع فيلم Inside Out على مستوى الكوميديا الفيلم بيرجع مرة اخرى للكوميديا بتاعة بيكسار اللي انا بحبها كوميديا مغزولة جوه العناصر الاخرى مش بتيجي في شكل فقرات في كل مشهد مهما كان مؤثر على مستوى الدراما او حركي على مستوى المغامرة لازم هتقدر تشوف فيه الخيط الرفيع بتاع الكوميديا اللي لا فيها استزراف ولا فيها استخفاف واللي موجودة في اوقات كتير بس عشان تفكر المشاهد انه يبتسم او لما بتحب انها ترفع من روحه فعلا تخليه يسرخ من الدحك عنصر المغامرة عندنا ليه فصول كتير وبينط مسافات طويلة يعني موجود عندنا في البداية وموجود عندنا في العنصر التخيولي وموجود عندنا في القلب الحقيقي بتاع الاحداث وفي كل فصل من دول ليه طابع مختلف وفي كل فصل من دول ليه اهداف مختلفة وبيتشابه في النقطة دي بالتحديد مع عناصر الدراما وعنصر الدراما هو المستفيد الاول من الاجواء اللي احنا خلقناها في الفيلم ده لان اغلب مواجهاته ما بتدورش مع الكيانات الخيالية دي بتدور ما بين بني ادمين سهل اوي نتواصل معاهم وسهل اوي نتخيل نفسنا مكانهم مشاهد وحورات ومواجهات عادية جدا بس بعد ما عرفنا الخلفيات اللي طرحها عنصر الخيال بقاليها ابعاد مختلفة تماما اثناء المشاهدة التجربة البصرية في الفيلم بشكل عام محل تأدير كبير جدا مني لان ما فيهاش ارننة لو الموضوع بتاعنا في الفيلم كان وجودي في المقام الاول فتم التعامل معاه بصريا باقصى درجات التجريد وده ممكن نلمسه بشكل سهل جدا في شكل الارواح او شكل العالم اللي هم موجودين فيه قبل ما يبتدوا يعيشوا او في شكل الكيانات اللي بتشرف عليهم اللي كلهم اسموهم جيري ودي احد لساعات الكوميديا الرائعة في الفيلم اما على جانب الحياة على الارض او الحياة بتاعت جو بشكل محدد فاظن ان كان مقصود ان المشاهد يشعر بقلفة معاها بسهولة فكمان مرة كانت مراعية تفاصيل بشكل كبير جدا ولكنها كانت مبسطة وشائعة الى اقصى درجة حتى تصميم شخصية جو نفسه ما فيهاش حاجة تستدعي الانبهار مطلوب ومقصود ان احنا كلنا نشوف نفسنا فيه جو اللي جسده صوتيا هو جيمي فوكس واعتقد ان هو نجح جدا في تكسيده في الدور ومش عاوز الاقي نفسي بنبش في كل فيلم رسوم متحرك عشان الاقي اوجه التفرد في الاداء الصوتي بتاع الممثلين الكبار المشهورين جدا اللي بيجسدوا الشخصيات لان 90% من الوقت مفيش اضافة حقيقية ولو ان في الفيلم ده فيه تفوق عظيم من تينا فيه وده لانها بتجسد روح لسه متولدتش ففكرة ان الاداء الصوتي جردها من اي صفات مميزة اعتقد انه ما كانش سهل حابب كمان اثني بشكل واضح على الاداء الصوتي بتاع ريتشارد ايوادي وده مش لانه عمل اداء صوتي فريد ولكن اختياره هو اللي كان رائع يعني مش عايز اقول لكم رغم ان مشاهده مش كتير ولكن ده اسهل صوت تعرفت عليه بسبب طبعا الطبيعة المميزة جدا لصوته لطريقة كلامه واللي بتتناسب جدا مع الشخصية اللي هو بيجسدها واللي مطلوب انها تكون شيء غريب ممكن ما نكونش اسمعناه كتير زي ما بيكسار ارسلتنا الى منازلنا وودعتنا بفيلم اونورد اللي كان كويس جدا بتستقبلنا مرة اخرى بفيلم سول اللي يعتبر من افضل افلام السنة بكل تأكيد وكمان من افضل افلام بيكسار على الاقل افضل بكتير من انسايد اوت معلش كان لازم اقولها معلش حرتاح انا كده هديت خلاص خلاص معلش معلش لولا الملامة بتاعت الظروف اللي احنا فيها كنت لازم اقول لكم تقوموا دلوقتي حالا تنزلوا تروحوا السينما تتفرجوا على الفيلم بس حكتفي بان انا اقول لكم انكم لو لقيتم الظروف الملأمة بتاعت الذهاب للسينما بتأمين كافي وبدون مخاطرات فانتوا بكل تأكيد حتنبسطوا من فيلم سول ولو في نصيحة واحدة عاوز اقولها لكم قبل ما تشوفوا الفيلم فهي انكم تطلقوا العنان لمخيلتكم فيلم سول ما بيقدمش اجابات تقدروا بس تعتبرواه منصة عظيمة للتفكير والالهام تقييمي لفيلم سول هو 9 من 10 وما فيش مشهد بيضيف حاجة على الاحداث موجود بعد تتر النهاية ولكن فيه مشهد صغير اضافي ما فيهاش حاجة لو قاعدوا تشوفوا يعني منقشة الحلقة ما لهاش علاقة بالفيلم هي ليها علاقة اكتر بتجربة العودة للسينما عاوز اعرف ايه هي اكتر حاجة وحشاكم في السينمات وايه هي اكتر حاجة مش وحشاكم في السينمات ياريت تساهموا برأيكم في الكومنس الف شكرا لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات اول باول تابعوني على فيسبوك وتويتر ونيمو بوديو وبي باي